حكم عمليات شد بشرة الوجه والله هذا في الواقع على كل حال نحن أمام أمام الآن ما نقول أمام نازلة وهي نازلة الأخذ بالتجميل فمجموعة كبيرة من أخواتنا مع الأسف الشديد تراها تأخذ بالتجميل من حيث ألا تكون مضطرة لذلك فتجدها مثلا تفخم شفاها تفخم خدودها تفخم أثداعها تفخم مؤخرتها كل ذلك في الواقع تغيير لحلق الله أما إذا كان هناك داعي كشرم في شفتها أو كعوجاج في أنفع أو نحو ذلك هذا لا بأس بمعالجته وعما إذا كان الغرض من ذلك طلب التجميل فالله سبحانه وتعالى يقول سبحانه والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم هذه الأمور الأربعة التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها على أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم وصدق الله العظيم لو أرادنا أن ننظر إلى مخلوقات الله وننظر إلى الإنسان بينها لو وجدنا أن الله سبحانه وتعالى أكرمه ونعامه ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات وغضلناهم على كثير من من خلق تفضيله خلقنا سبحانه وتعالى في أحسن سعوره فينبغي لنا أن نحترم أن نحترم خلق الله سبحانه وتعالى ومن أحسن من الله خلقه ومن أحسن من الله دينه ومن أحسن من الله صدقه ومن أحسن من الله حديثة ومن أحسن من الله حكمة فالله سبحانه وتعالى هو العالم بما يصلح به أمر عبده وبناء على هذا فالله أنعم عليه بهذا الحلق القويم الذي هو أحسن سوره فينبغي لنا أن نذكر الله ورسولنا صلى الله عليه وسلم ينبه إلى هذا فيقول لعن الله الواصلة والمستوصلة وش الواصلة؟ التي شعرها قليل وتحب أن يكون شعرها منتفش وكثير وكذا وتصله بشعر صناعي لعن الله الواصلة والمستوصلة لعن الله النامسة والمتنمسة لعن الله الواشمة والمستوشمة هذه المغيرات خلق الله المغيرات خلق الله فهذا نوع من تغيير خلق الله فعلى أخواتنا أن يتقين الله سبحانه وتعالى ويحمدنه على ما أنعم به عليهن من حسن السورة وحسن الخلق وعدم وجود ما يكون بشعا إلا أنها في الواقع ما هي إلا موضة غربيين جاءت إلينا فعلى كل حال يعني فهذه الموضة يجب أن نعتز بشخصية الإسلامية وبأخلاقنا وبثوابت أمورنا وأن لا نكون أمعة نجري وراء كل ناعق وبناء على هذا فنقوض خلاصة الأمر للأخت هذا لا يجوز إلا أن يكون ذلك هو إزال التشويه فالتشويه لا مأسى من إزالته مثل ما قلنا شرما في الشفة أو عبو جاجا في الأنف أو أي نوع من أنواع التشويه الذي طرأ على الإنسان فعلكم فله حق إزالة